السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقات جديدة واليوم بإذن الله هنستكمل مع بعض سلسلة كون كلمة موجود أمامنا الآن مجموعة من الأحرف وعايزين نكون منهم مجموعة من الكلمات اللي هيكونوا جملة مفيدة تعالوا نبدأ مع بعض هنبدأ بـ و و تعالوا نصل في بحرف الياء اللي هو مد بالياء هادي في هادي شكل في مد بالياء في في وفي نركز وناخد بالنا إن شكل حرف الفاء اختلف عن حرف الفاء وخارج الكلمة وفي أ تعالوا دلوقتي نكون كلمة من أ حا دي تعالوا نشوف إزاي هادي أ حا تعالوا نصل حا بدي ناخد بالنا دي أ حا دي أحا دي أحا دي وفي أحا دي وفي أحا دي طيب أهم شيء ناخد بالنا منه إن حرف آ لم يتصل بح يوجد هنا مسافة مساحة فارغة والسبب إن حرف آ لا يتصل بالحرف الذي يليه من الناحية اليسرى أحا دي وأخيرا هنكون كلمة من الأحرف الآتية هنبدأ بالألف واللام وعندنا هنا سكون يبقى لازم نعمل وقفة ال ال سكون يبقى لازم نعمل وقفة ال وهنضيف حرف الألف ناخد بالنا بصو حرف الألف هيجي زي فوق اللام ال آ ال آ حرف الياء وعندنا هنا شدة وفتحة ال ال أي ال أي ال أي حرف الياء اللي عليه شدة وفتحة يمطق مرتين إيا 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 وضحناها قبل كده في فيديوهات سابقة وهقولها مرة تانية بعد ما أخلص كتابة الكلمة المد بالألف الأيا الأيا وأخيرا حرف الميم عنده كسرة الأيامي الأيامي وفي أحادي الأيامي وفي أحادي الأيامي طيب ناخد بالنا كواس جدا إن عندنا هنا حرف الياء عليه شدة وفتحة معنى كده إن حرف الياء هينطق مرتين المرة الأولى ياء ساكنة والمرة الثانية ياء عليها فتح إيا إيا الأيامي الأيامي وفي أحد الأيامي وفي أحد الأيامي طيب تعالوا دلوقتي نكون مع بعض كلمات من الأحرف الآتية ومن خلالها هيكون عندنا جملة مفيدة نبدأ هنا نوصل إي بحرف النون اللي عليه شدة وفتحة تعالوا نشوف إي ناخد بالنا حرف النون شكله اختلف شوية ويادي الشدة والفتحة حرف النون اللي عليه شدة وفتحة يمطق نا نا عشان عندي فتحة نا يبقى لما هقرأه مع إي هتبقى إِنَّ 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 تعالوا نوصل دلوقتي ها بحرف النون إِنَّهَ 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 تعالوا نضيف المد بالألف إِنَّهَ 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 ودلوقتي تعالوا نكون تاني كلمة تعالوا نوصل زا بحرف اله الساكن زا زه 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 را زه را زه را زه را وعندنا هنا تاء مربوطة وعليها تنوين بالضم تعالوا نشوف أدي التاء المربوطة وعندنا هنا تنوين بالضم التنوين بالضم يدينا صوت تن 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 زه را تن زه را تن زه را تن طيب ناخد بالنا أن التنوين بالضم يدينا صوت الضم اللي هو ت وفي الآخر صوت حرف النون تن تن زه را تن زه را تن والكلمة الأخيرة دلوقتي هنوصل و بالمد بالألف و و مد بالألف و و و و حي و حي و حي د د د و حي د و حي د و حي د و أخيرا تا مربوطة وعليها تنوين بالضم تن وا حيدة تن وا حيدة تن طيب تعالوا نشرح شوية أشياء بسيطة هنا قلنا إيه إنها إنها حرف النون ينطق مرتين لشان عندنا شدة المرة الأولى هتبقى نون ساكنة والمرة الثانية هيبع عليها فتحة ن ن إن إنها عندنا هنا مد بالألف المد بالألف يدمج مع الحرف الذي يسبقه والحرف الذي يسبقه اسمه إيه؟ الحرف الممدود ودايما لازم يكون مفتوح إنها إنها زه رات عندنا هنا سكون معنى كده لازم يكون عندي وقفة على الحرف الساكن زه زه رات زه رات مقطعين بنطق ز مع الحرف الساكن في مقطع واحد وعمل وقفة زه وبعد كده أكمل الكلمة رات زه رات وزي ما قلنا كده إن التنوين بالضم بينطق في الآخر حرف النون ولكن لا يكتب تن تن وا حيدة تن مد بالألف وا يبقى المد بالألف بينطق مع الحرف الذي يسبقه في نفس المقطع والحرف الذي يسبقه لازم يكون مفتوح وا وا حيدة تن تنوين بالضم يبقى بنطق حرف التاء المربوطة مضموم وبضف له نون تن إنها زهرة واحدة أتمنى أن حلقة اليوم تكون أعجبتكم ونشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة